اشتركوا في القناة لكن قبل ما هبدأ الحلقة عايزة اشكر كل البنات اللي بعاتتلي تطبيقاتها للحلقة رقم 3 وفي الحلقة اللي فاتت كنا سايبين البطرون دوت علشان يبقى تطبيق لنا شرحنا واحد ودوت تقريبا في نفس الافكار اللي شرحناها في البطرون الاولاني وكنت سايبالك ودوت علشان يبقى تطبيق لنا ودايما انا بقول في البطرنات دي احنا بنتعلمها بان احنا ننفذ بطرنات فبنتعلم كل الفنيات وبنوضحها لكن التطبيق ليكي بيكون مهم جدا ان انت بتقدري بعد كده تقرأي البطرون بسهولة واي بطرون مختلف حتى لو مش بنشرحه في الحلقات ديت هيبقى سهل ان انت تتعرفي على الغرز وتتكون عندك خبرة في قراءة البطرنات ودوت بعد كده بيسهل عليكي اي عمل عايزة تنفذي تقدري تقرأي البطرون الخاص به تمام؟ كمان علشان في ناس سألتني على البطرنات بتاعة الاعمال الكاملة يعني مثلا شنطة او بلوزة او اي عمل من اعمال الكروشي لما بيقى ليه بطرون فده ان شاء الله هنتناوله في الحلقات الجاية لكن زي ما قالتلكم انا ماشي بالتدريج ببدأ اول بالبطرنات البسيطة وكل حلقة ببدأ ان انا ادخل نقطة فنية جديدة فيها لكن هنوصل ان شاء الله في خلال السلسلة دية لحلقات هنقدر ان احنا نقرأ بطرون عمل كامل وساعات العمل ده هيكون بيتكون من اكتر من بطرون فده ان شاء الله هيكون معانا في الحلقات الجاية لو انت اول مرة تشوفي حلقات قراءة البطرون على القناة انصحك انك تبدأيها من الحلقة الاولى وتمشي بالتدريج ويفضل طبعا انك تنفذي التطبيق اللي في اخر كل حلقة او مش في كل حلقة يعني في حلقات فيها تطبيقات وفيها حلقات لا وتعالوا يلا نبدأ حلقتنا ونشوف البطرونات اللي هنوضحها في الحلقة دي وما تنسيش لو عجبتك الحلقة تعمل لها لايك وشير لو شايف ان حد ممكن يستفيد منها ونبدأ نشوف البطرونات اللي معاني في البطرونات بتاعت النهاردة هنتعلم قراءة البطرونين دولت وزي ما انتوا شايفين البطرونين ببدايات دائرية لكن معايا بطرونين تانين مستطيلين دول انا مش هشرحهم لكن عايزة اوضح فيهم نقطة واحدة بس هي خاصة بالحلقة اللي فاتت احنا كنا منتكلم في الحلقة اللي فاتت يعني كانت تقريبا النقطة الرئيسية في الحلقة كانت عن التزايد والتناقص في الغرز وقبل ما هبدأ ان انا يعني انفذ البطرونين بتوع الحلقة دي عايزة اوضح حاجة في البطرونين دول لكن هوضحها بالورقة والقلم الاول وهي خاصة بالتزايد في الغرز ويعني شاكلين كده اوضح الفرق بينهم وده امتى وده امتى لو جينا نفتكر كده مع بعض التزايد في الغرز قلنا ان هو بيكون عبارة عن مجموعة من الاعمدة او الاعمدة بلفتين او النص عمود ايا كانت الغرزة يعني مجموعة من الغرز بتكون مع بعض بالشكل دوت وبتبقى مجتمعة مع بعض من تحت بالشكل ده تمام ايا كانت بقى الغرزة اللي فيها التزايد طيب في اوقات بلاقي البطرون بيكون بالشكل ده وفي اوقات تانية بلاقي البطرون بيبقى عامل كده بنلاقي ان هما مش متقابلين تماما زي دوت لا ده بيبقى في البطرونات كلها او الغرز كلها متجمعة لكن مهيش ملتصقة ومتقابلة تماما زي الجزء دوت ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده وكمان يعني قبل ما هقولوكو الفرق كمان بيبقى موجود في الغرز المنتفخة نفس القصة لو انا عندي مثلا غرزة زي غرزة البف بتلت غرز بيبقى دوت الرمز بتاعها لا احنا ممكن نلاقيها في احدى البطرونات تانية بتكون عاملة كده بتبقى مفتوحة بالشكل دوت مهيش مقفولة زي الشكل الاولي امتى بلاقيها في البطرونات بالشكل ده وامتى بلاقيها بالشكل ده بلاقيها بالشكل دوت لو انا هشتغل الغرز دي كلها جوه غرزة بعينها يعني مثلا عندي غرزة سلسلة وهدخل جوه غرزة السلسلة اعمل التلت اعمدة دول او التزايد في الغرز اللي انا عايزة اعمله طيب امتى بلاقيها مفتوحة بالشكل دوت لو انا عندي عروة من السلاسل وانا هدخل جوه العروة مش جوه سلسلة يعني مثلا لو عندي رمز بالشكل ده عمود وبعدين اتنين سلسلة او تلاتة سلسلة وبعد كده عمود تمام ده السطر اللي انا هشتغل عليه فلما هاجي اشتغل مثلا غرزة زي دي بنشتغلها هنا كده فوق السلاسل دي فببدأ ان انا اعملها بالشكل دوت ده معناه ان انا مش هدخل جوه السلسلة نفسها لا ده انا بدخل تحت عروة السلاسل يعني اكتر من سلسلة اتنين او تلاتة او اربعة بسميهم عروة سلاسل وفي الحالة دي الغرزة دي انا بعملها لكن بكون دخلة جوه الفتحة او المسافة اللي هي تحت السلاسل مباشرة علشان كده بلاقي الرمز بالشكل ده طيب تعالوا نشوف هنا في البطرونين اللي انا محضرهم لكم في الحلقة ديت ونشوف الكلام اللي انا بقوله دوت وشكله هنا عامل ازاي في البطرون الاولاني دوت لو جينا نشوف كده في البطرون دوت هلاقي ان انا عندي في اول سطر شايفين عندي فيه تزايد عندي عمود عمود سلسلة عمود عمود خلاص طبعا ده تزايد للغرز وطبعا الغرز هنا مختلفة مش كلها اعمدة لا فيه اعمدة وفيه سلاسل دي تعتبر غرزة صدفة تمام هنا جايب لي ان الاعمدة لو انت شايفين وواضح ليكم ان الاعمدة هنا متقابلة مع بعضها وده معناه ان الاعمدة بشتغلها جوه غرزة السلسلة دي تمام وهتلاقوا ان السطر الاولاني كله بالشكل دوت طيب تعالوا كده نطلع للسطر التالت اللي هو بكرر فيه نفس السطر الاولاني هتلاقى اننا هدخل برضو اشتغل عمود عمود سلسلة عمود عمود لكن هيبقوا فين مكانهم فين هيبقى تحت السلسلة دي عندي هنا كده عمود سلسلة عمود فما بندخلش جوه غرزة السلسلة لان لو واضح ليكم الشكل هيبقى الاعمدة مهيش يعني متلسقة تماما من تحت زي ما هي في السطر الاولاني لا ده انا بدخل من تحت السلسل او من تحت السلسلة اللي موجودة عندي وهتلاقوا برضو هنا برضو في السطر التاني هتلاقوا واضح ان هو العمود سلسلة عمود معمول بين الوحدتين يعني في الفراغ اللي تحت اللي هو ده اللي هيكون بين الوحدتين دولت فنفس الكلام برضو العمودين ما هماش متامسكين او متلسقين من تحت وهو ده بس الفرق اللي انا كنت حابة اوضحه تعالوا نشوف كده في البطرون التاني والبطرون التاني فيه غرزة من الغرز المنتفخة وفيه عندي عروة من السلاسل زي ما هو واضح لنا هنا كده عندي غرزة منتفخة بنعملها على السلاسل فزي ما انتوا شايفين لو ركزنا هنلاقي ان برضو الغرزة مش مقفولة من تحت زي ما قلتلكو اللي هو الرمز التاني دوت تمام وبرضو هتلاقوها متكررة في كل السطور بنفس الطريقة تمام برضو حاجة كمان هنا لو جينا نشوف الاعمدة دي الاعمدة اللي هو في السطر الرابع دوت هتلاقي ان انا عندي تلت اعمدة بنشتغلهم فين؟ بنشتغلهم تحت التلت سلاسل دول تحتيهم علشان كده برضو عملي التلت اعمدة مش متماسكين او مش متلسقين من الاسفل فيعملهم لي جانب بعض بس ضمين على بعض بس شوية بالشكل اللي هو دوت تمام دي كانت النقطة اللي انا كنت حابة اوضحها في موضوع التزايد في الغرز واشكالها في البطرونات هي نقطة بسيطة قوي لكن حبيت ان انا اوضحها علشان ساعات بيقى فيه بطرونات بيبقى ضروري ان انا اشتغل لو انا مثلا عندي عروة من السلاسل زي دي كده دول خمس سلاسل بيبقى فيه بطرونات بتوضح لي ان انا لازم اشتغل في الغرزة اللي في النص بالزبط ادخل فيها علشان الغرزة ما تتحركش على العروة نفسها وفيه بطرونات تانية زي دوت كده بيبقى عادي ان انت تشتغلي تحت العروة مش هيفرق في شكل البطرو تمام طيب تعالوا بقى نبدأ ننفذ البطرونات بتاعة الحلقة بتاعتنا ونشوف كل الفنيات اللي فيهم وعلى فكرة احنا البطرونات ديت هنشتغل منها في الحلقة الجاية هننفذ واحد منهم علشان نوضح فكرة الغرز بقى عمتا ويعني الحاجات اللي بتبقى معاها ويعني هنوضح فنيات خاصة بشكل الغرز والتكرار بتاعها وازاي بنعرفه البطرون دوت لو جينا نشوفه هنلاقي ان هو واضح انه بطرون دائري والبداية بتاعته بدأ بعدد من السلاسل رسم لي شكل السلاسل فهبدأ ان انا اعد السلاسل ديت وهشتغل عدد من السلاسل وقفلهم بمنزلقة علشان اكون حلقة وابدأ اشتغل عليها السطور دي فهنعد السلاسل هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى انا هبدأ ان انا اشتغل عقدة البداية وبعد كده هشتغل اتناشر غرزة سلسلة كده اتناشر غرزة سلسلة وبعد كده طبعا هنقفل عند اول سلسلة ونعمل غرزة منزلقة علشان اكون الحلقة وابدأ اشوف السطر الاولاني مطلوب في ايه او رمز البطرون هنا رسم ايه طبعا واضح عندي ان السطر الاولاني هنا عبارة عن غرز من الحشو عبارة عن اكسات كلها جنب بعضيها فهبدأ برضو ان انا اعد الغرز دي علشان انا هشتغل جوة الحلقة دي عدد الغرز اللي انا هعده ويهي هطلع بيه فهنلاحظ ان فيه عندنا غرزة سلسلة هنا في الاول وغرزة السلسلة دي بتكون ارتفاع غرزة الحشو وفيه بعض البطرونات بتعتبر غرزة السلسلة هي يعني بتحسبها غرزة حشو وفيه بترونات تانية بتعملها صغيرة كده وجنبها غرزة الحشو عادي فبتكون ارتفاعا هنا انا هعرف ان هي غرزة حشو اولاء لان هو عمل لي رمز للمنزلقة وهنا هنلاقي في البطرون ده رمز تاني للمنزلقة عبارة عن قوس صغير اوي واضحة هوت جنب السلسلة القوس دوت معناه ان انا بقفل منزلقة في المكان دوت تمام فطالما ان هو قفل منزلقة مع السلسلة يبقى ازا السلسلة دي بيعتبرها غرزة حشو فهنبدأ ان احنا نعد من بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر كمان لو جيتي تشوفي سياق البطرون هتلاقي ان هو محتاج عدد عشرين سلسلة فداي اكد لي ان هو السلسلة ديت اعملها في البطرون علشان يعتبرها غرزة حشو انا بالنسبالي بحب دايما اشتغل غرزة السلسلة اللي هو الارتفاع وما حسبوش غرزة وبعد كده ادخل اشتغل بقى بدل ما هشتغل هنا تسعتاشر لانا هشتغل عشرين لان انا حسبت غرزة سلسلة دي ارتفاع يعني مش هقفل فيها لانا هقفل فأول غرزة حشو فهنشتغل والاثنين طبعا صح بس يعني لما بتشتغل في غرزة الحشو نفسها بتبقى بينة اكتر من غرزة السلسلة غرزة السلسلة ممكن تعدي عليها وما تخليش بالك ان انتي مفروض هتقفل السطر هنا وكمان عشان زيادة تأكيد هبدأ احط علامة من علامات الكروشي على اول غرزة حشو هعملها علشان لما خلص العشرين غرزة اعرف ان انا هقفل في الغرزة دي تمام هنبدأ نشتغل عشرين غرزة حشو بالظبط هشتغل تسعتاشر غرزة وهقفل في السلسلة واحسبها ان هي غرزة حشو لكن انا قلتلكم عشانها بس بتبقى ارتفاعها صغير او ما بتبنش فهشتغل عشرين غرزة كده عملت العشرين غرزة حشو ودلوقتي هبدأ ان انا اقفل بمنزلقة زي ما هو موضح لي في البطرون فهنبدأ نشيل العلامة ومكانها ندخل نعمل منزلقة وبكده اكون قفلت السطر الاوليني وبعد كده هرجع بقى للبطرون علشان اشوف الرموز اللي فيه ايه في السطر التاني طبعا لو تلاحظوا هنا مرقم السطور وعمل ارقام عند كل سطر وفي بعض البطرونات بترقم وفي بعض البطرونات مش بترقم وفي بعض البطرونات بتلون كل سطر بتبقى عاملة عليه يعني زي خلفية كده بلون مختلف عن السطر اللي بعده كتمييز يعني للسطور طيب نشوف بقى كده في السطر التاني عملي ارتفاع ثلاثة سلسلة طبعا انا هفهم مباشرة ان التلاتة سلسلة دي ارتفاع غرزة العمود بعد كده اعمل اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود يبقى انا فهمت ان سياق السطر بتاعي هيكون عمود اتنين سلسلة عمود وهكذا يهمني بقى اعرف العمود ده هنحطه فين بالزبط في الغرز وهنسيب كام غرزة ونحط العمود اللي بعديه فبنرجع نشوف العمود محطوط فوق على السطر الاولاني فين فالعمود على غرزة حشو وبعد كده سيب غرزة حشو والعمود التاني على الغرزة اللي بعديه يعني بين كل عمود وعمود بنسيب غرزة حشو ونشتغل طبعا اتنين سلسلة طيب تعالوا كده ننفذ هنبدأ نرتفع تلاتة سلسلة اللي هم ارتفاع العمود وبعد كده هنعمل اتنين سلسلة علشان ايه علشان السلاسل اللي هي بين الاعمدة والمكان اللي انا طلع منه هنا كده هبدأ ان انا اعمل ايه اسيب الغرزة اللي بعديه هياخد لفة على الابرة وهسيب الغرزة اللي بعديه دي وهدخل فيه التالتة واعمل العمود تمام يبقى انا كده عملت ايه عملت عمود اتنين سلسلة عمود وسبت غرزة بين كل عمود والتاني فيه الغرزة اللي بندخل نشتغل فيها نكرر بقى هنعمل اتنين سلسلة وناخد لفة ونسيب الغرزة دي وندخل في الغرزة اللي بعدها بالشكل دوت ونستمر لغاية لما يخلص السطر وطبعا هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة اللي هما التلاتة سلسلة بتوع ارتفاع العمود بيكون كده خلص معايا السطر وهنقفل بغرزة منزلقة هنا كده في تالت سلسلة وبنكون كده خلصنا السطر التاني وهنبدأ بقى نرجع للبطرون نشوف السطر التالت نظام ايه من اول واحدة هنشوف السطر التالت وعبارة عن غرنز حشو دايما لما تيجي تشوفي نظام السطر ماشي ازاي ما تبصيش من عند بداية ونهاية السطر اللي هو المكان اللي بنقفل فيه السطر لان زي ما انتو شايفين فيه تحسي ان فيه كذا رمز فوق بعض فانا بروح في الحتة اللي هي الرموز واضحة بالنسبة لي هنا فيها وبشوف النظام السطر ماشي ازاي طيب باين جدا ان هو غرز حشو زي ديت كده لكن نلاحظ الاقواس اللي هي فوق الرموز ديت انا ممكن اشتغل السطر وهامشي بغرز الحشو لكن لو جيتي تشتغلي السطر اللي بعديه هتلاقي ان انت مش عارفة تشتغلي وده لان انا الاقواس دي مفروض هشتغلها تبع السطر التالت طيب هنشوف كده ازاي بنمشي في السطر ده هنشتغل غرزة حشو وبعد كده هنشتغل المسافة دي اللي هي الخط اللي هو رسمهولي دوت بيكون معناه في البطرونات ان هي عدد من السلاسل زي ما انت شايفين برضو في بقية البطرون هتلاقوا اقواس ومكتوب في نصها رقم سبعة تسعة اربعة هنا مكتوب لي اربعتاشر فانا افهم ان القوس ده اللي معلهوش اي رموز ولا عليه اي حاجة توضح غير الرقم اللي مكتوب جواه ان هو عدد من السلاسل بتساوي الرقم اللي مكتوب لي جواه يبقى انا عارفة ان انا هشتغل عدد من السلاسل بيساوي اربعتاشر سلسلة وبعد كده هنشتغل غرزة حشو وغرزة حشو وغرزة حشو يبقى تلاتة حشو يبقى انا هشتغل تلاتة حشو وبعد كده اربعتاشر سلسلة وبعدين تلاتة حشو ومش هسيب اي غرز يعني زي ما انتو شايفين غرزة الحشو على السلاسل اه او في المنطقة اللي هي ايه بين العمودين تمام وبعد كده فيه غرزة حشو على العمود وبعد كده حشو واربعتاشر سلسلة وحشو اللي اتنين هيكونوا تحت السلاسل دي او ممكن اعملها على السلاسل بس اسهل لي ان انا اعملها جوة عروة السلاسل وخاصة ان هي عروة مش كبيرة يعني هما اتنين سلسلة بس وغرزتين حشو وبينهم الاربعتاشر سلسلة تعالوا نشوف كده هننفذهم ازاي هنبدأ اول حاجة لو جينا نشوف عند اول السطر لازم طبعا هرتفع بسلسلة لان انا هشتغل بغرزة الحشو و هندخل في العروة هنا كده بين الاعمدة هدخل اعمل اول غرزة حشو بالشكل دوت وبعد كده هنعمل ايه هنرتفع 14 سلسلة واحد اتنين تلاتة اتناشر تلاتاشر اربعتاشر بعد ما ارتفعت الاربعتاشر سلسلة هنبدأ ندخل جوة العروة دي برضو اللي هي في نفس المكان هندخل هنا كده ونعمل غرزة الحشو تمام وبعد كده هنعمل غرزة حشو كمان على العمود نفسه هنا كده وهندخل نعمل غرزة حشو كمان وبعد كده هنتنقل للعروة اللي بعديها هندخل هنا تحت السلاسل دي هنعمل غرزة حشو وهنرتفع بعد كده اربعتاشر سلسلة يبقى انا بين كل 14 سلسلة والسلاسل اللي بعديها بنعمل 3 حشو هنا واحدة حشوة على من تحت السلاسل واحدة على العمود واحدة في السلاسل اللي بعديها وبنفس الـ 14 سلسلة وبننزل نكرر لغاية لما نخلص السطر كده 3, 4, 5 كده خلصت اخر 14 سلسلة بنعملهم في السطر دوت زي ما هو واضح لنا كده هبدأ الوقت ان انا اقفل بقى واعمل غرزة الحشو اللي هي بتكون جوة العروة بتاعت السلاسل وهيبقى بقيلة كده غرزة حشو كمان اللي هي بتكون على العمود فهنعملها هنا كده وبكده اكون خلصت السطر دوت طيب هنبدأ بعد كده نقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها اللي هي فاكريم كانت جوة عروة السلاسل اللي كنا بندخل لها من جوة السلاسل من هنا كده فهندخل هنا فيها ونعمل غرزة منزلقة ونقفل السطر بتاعتنا تمام بيكون دوت كده شكل السطر بعد ما خلصت السلاسل وغرز الحشو طيب تعالوا الآن نرجع للبطرون ونشوف نظام شغلنا في السطر اللي جاي هيكون عامل السهل دلوقتي باين جدا عندي ان السطر الرابع هيبقى عبارة عن شغل على حلقات السلاسل اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي فات وهبدأ طبعا اعد الاعمدة ديت هشوف كم عمود وهبدأ اشتغلهم لكن انا محتاجة لوقتي اعرف ازاي هطلع او هدخل اشتغل في الغرز دي عايزاكم بس تشوفوا كده الحلقة بتاعت السلاسل اللي هي مكتوب جواها 14 لو لاحظتوا هتلاقوا في اولها غرزة حشو كده وغرزة الحشو دي مرسومة فوق غرزة حشو بتاعت السطر اللي فات ده معناه ان هي ماهيش يعني ماهيش تبع السطر اللي فات لا ده انا هشتغلها الوقتي وانا شغالها طيب برضو لو جينا نشوف هنا كده عند المكان اللي مكتوب فيه رقم السطر والمكان اللي بنقفل فيه كل سطر هتلاقي ان فيه اسهم كده صغيرة بتوضح لي ان انا هبدأ اطلع من هنا كده وابدأ اعمل الاعمدة دي وهمشي لغاية ما السهم نازل اهوت من الناحية التانية بعد ما خلص دولت وهشبك فيه الحاجات اللي بعديها لكن مش هتعرض بقى لغرز الحشو هنا يعني هو السهم هنا بس نازل طويل شوية لكن بيوضح لي الحركة اللي انا ايه هبدأ اتحركها الدورانات اللي انا هبدأ امشيها بالغرز طيب تعالوا نشوفها على الخيط والابرة بيكون عامل ازاي هنبدأ نتحرك اول حاجة غرزة الحشو فهدخل هنا على السلاسل انا هشتغل جوا السلاسل دي وهعمل اول حاجة غرزة حشو كده جواها تمام وينقفل الغرزة وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل السلاسل اه هشتغل عفوا الاعمدة طيب احنا نسينا نعد الاعمدة فهنعد مع بعض الاعمدة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر وطبعا كلهم غرزة عمود بلفة فهنبدأ نشتغل بقى نرتفع اول عمود هنعمله ارتفاع غرزة العمود اللي هو هيكون تلاتة سلسلة وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل خمستاشر عمود جوا حق عروة السلاسل او حلقة السلاسل اللي احنا عمل لها خلصت كده خلصت كده الستاشر عمود وده شكلهم هو بعد ما اشتغلتهم على حلقة السلاسل وهنبدأ ندخل بعد كده على الحلقة اللي بعدها ونشتغل اول عمود مباشرة فهياخد لفة كده وهندخل في العروة او الحلقة التانية اللي جنبيها على طول وهبدأ اعمل اول عمود وبرضو هوريكم شكلها في البطرون علشان نتأكد ان احنا شغلنا كده ماشيين مظبوط ننطبق البطرون صح تمام فمفروض ان ده كده شكل الشغل اهوت يعني الاعمدة دي هتخلص وهبدأ على طول في الاعمدة التانية تعالوا نشوف كده في البطرون هتلاقي ان انتي الاعمدة اهي اشتغلناها والاعمدة التانية على طول ده عمود خلص هتلاقي مفيش اي حاجة هشتغلها اعمود تاني بعدية على طول وهتلاقوها متكررة في كل الشغل يبقى انا كده شغلي زي ما انا اشتغلت كده الشغل مظبوط وهبدأ بقى اكرر الاعمدة دي تلغاية لما اخلص كل الحلقات دي اشتغل عليها وهنقفل السطر بعد ما نخلص في الاخر خالص عند اول عمود اشتغلناها اللي هو كان تلاتة سلسلة ارتفاع العمود بيكون كده شكل الشغل بتاعي بعد ما اشتغلت في الحلقات كلها زي ما انتو شايفين اهوت اشتغلت على كل حلقة ستاشر عمود وافلنا بمنزلقة عند تالت سلسلة احنا اشتغل منها طيب تعالوا نشوف بقى الشغل الجديد بتاعنا او بيئة السطور بتاعتنا وزي ما هو واضح كده هي عبارة عن حلقات من السلاسل زي ما وضحنا وقلنا ان الخطوط المنحنية دي بيكون معناها ان هي عدد من السلاسل والرقم هو كاتبهولي تحت الحلقة فالسطر الجاي دوت هيكون عبارة عن عدد من السلاسل حلقة من السلاسل سبع سلاسل وغرزة حشو وبعد كده سبع سلاسل وغرزة حشو يعني السطر كله هيبقى ماشي بسلاسل طيب طبعا هحتاج اعرف غرزة الحشو دي مكانها فين فهبدأ ان انا اعد الغرز دي واشوف هندخل غرزة الحشو دي في العمود رقم كام فهنعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع يبقى انا في العمود رقم سبعة هدخل اعمل غرزة حشو وبعد كده اعمل سبعة سلسلة وبعد كده غرزة حشو هنعد بقى واحد اتنين تلاتة وفي العمود الرابع هنعمل غرزة الحشو اللي بعد كده تمام وهستمر بقى بنفس الطريقة طيب تعالوا كده نبدأ نشتغل ولما هبدأ اشتغل هتقابلني مشكلة ان انا مفروض هبدأ اشتغل منين هبدأ اشتغل من غرزة الحشو اللي انا يعني اول غرزة حشو هتقابلني فلازم اتحرك على الغرز دي علشان اوصل لغرزة الحشو وبعد كده ابدأ اعمل السلاسل فهنبدأ نتحرك طبعا بغرزة المنزلقة وهبدأ اتحرك على الغرز دي وانا ماشي هعد الغرز بتاعتي ده كده اول عمود واعمل منزلقة على تاني عمود ومنزلقة كمان همشي بالمنزلقة لغاية لما هوصل للعمود رقم سبعة كده واحدين تلاتة اربعة خمسة وستة وصلت للغرزة او عند العمود رقم سبعة نتأكد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهبدأ من عنده اعمل سلسلة واللي هي ارتفاع غرزة الحشو وبعد كده هدخل هنا كده اعمل غرزة حشو طيب بعد كده هعمل ايه هنعمل سبعة سلسلة وطبعا بكرر برضو على يعني على الوحدات التانية او على الاعمدة التانية اللي احنا عملناها نفس الكلام دي الوحدة الوحدة ديت عملنا فيها سبعة سلسلة وبعد كده حشو وفي بدايتها برضو حشو هنعمل بعد كده سبعة سلسلة وهنشبك في الوحدة اللي بعدها برضو هعدي لغاية سابع عمود وهبدأ اعمل فيه حشو وهكرر لغاية لما اخلص السطر وصلت كده لاخر السطر وخلصت عند الوحدة ديت وعملت السبعة سلسلة وهنقفل في غرزة الحشو اللي كنا عملناها في اول السطر وهندخل هنا كده ونقفل بمنزلقة وبكده يكون خلصت السطر بتاعي تمام ده كده شكل الشغلة هو حتى الان طبعا لسه عايز يتفلد ويتكاوى ويتزبط بعد ما نخلص شغلنا كله لكن لو جينا نرجع بقى للبطرون ونشوف السطور الجاية نظامها ايه هنلاقي ان احنا السطور الباقية يعني احنا كنا شغالين في السطر اللي فيه سلاسل سبعة السطر اللي بعدية يكون عدد السلاسل فيه تسعة وبرضو غرزة حشو وبين كل آآ حلقة سلاسل طيب البداية بتاعة الشغل بتاعنا احنا لما آآ جينا نشتغل عملنا خلاص الحلقات وطبعا انا وقفت فين في الشغل بتاعي وقفت هنا كده بين آآ هنا عندي سبعة سلسلة وهنا عندي سبعة سلسلة لما هبدأ اشتغل في السطر اللي جاي هبدأ اشتغل من نص السلاسل علشان كده هتلاقوه هنا آآ عامل لي زي اقواص صغيرة طبعا انا عدتلكوا ان هو في البطرون دوت آآ بيرمز لغرزة المنزلقة بقوص صغيرة فعشان كده بيرمز هنا باقواص صغيرة لغاية لما نوصل لنص الحلقة او مفروض للسلسلة الرابعة لان دول سبعة فهنوصل للنص بتاعهم عند رابع سلسلة وهيبدأ يعمل غرزة حشو ويشتغل بقى الحلقات بتاعته اللي هي السلاسل بس المرة دي هتكون تسعة وبعد برضو ما هنخلص السطر دوت وعايز يطلع عليه السطر اللي بعديه زي ما انتو شايفين برضو اتحرك بالمنزلقة لغاية نص السطر في البطرون التاني اللي احنا هنشرحه دلوقتي هيبقى فيه طريقة تانية بيتحرك بيها والبطرون هيكون موضحة وهنشوفها مع بعض وهنشوف ازاي بننفزها مع بعض طيب تعالوا نشتغل بقى دوت هنبدأ نتحرك بالمنزلقة على السلاسل هنا كده كده انا وصلت للغرزة الرابعة ايت ووقفنا كده في نص الحلقة واضح اهوت ان انا كده وصلت لنص الحلقة هبدأ بعد كده ارتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو تمام وبعد كده هبدأ اعمل تسعة سلسلة خلاص بعد ما عملت تسعة سلسلة هنروح عند الحلقة اللي بعدها وبرضو في نص السلاسل وفي الشغل دوت بقى لازم اعمل غرزة الحشو جوه السلاسل ماينفعش ادخل من تحت العراوي لان انا عايزة الشغل الغرزة اللي هعملها تفضل ثابتة انا لو عملت غرزة حشو هنا كده هتبدأ تتحرك على السلاسل دي لكن انا عايزاها سابتة في النص فعلشان كده هنشوف رابع سلسلة وبندخل جواها بالشكل ده وبعمل غرزة الحشو وده الفرق اللي انا وضحته لكم في الاول خالص بين ان انا اشتغل من تحت السلاسل وان انا يبقى عندي شغل لادخل فيه جوه الغرزة نفسها لشان انا مش عايزة الغرزة تتحرك تمام وهناستمر بقى خلال السطر بنفس الشغل لغاية لما اخلص السطر دوت وهيبقى بقى لنا سطر واحد بس هنوضحه بعد ما نخلص ده وصلت كده لنهاية السطر وهنقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملناها اللي هي الغرزة اللي بنعملها بين السلاسل طيب بعد كده هنشوف بقى السطر الجاي وطبعا برضه زي ما هو وضحنا كده في البطرون السطر اللي جاي هيبدأ من نص السلاسل فعلشان كده هبدأ ان انا اتحرك بمنزلقة لغاية لما هوصل للغرز اللي في النص دولة كانوا تسعة سلاسل يبقى انا هتحرك لغاية الغرزة الخامسة او السلسلة الخامسة فهتحرك كده بمنزلقة تمام بعد كده هنبدأ بقى نرجع للبطرون ونشوف الشرح بتاعه هيبقى عندنا برضو حلقة لكن المرة دي الحلقة عدد الغرز فيها متقسم هنا اربعة وهنا اربعة وفي النص عندي الغرزة اللي هي تعرف باسم غرزة البيكو اللي هي عدد من السلاسل وبتتقفل بغرزة حشو او بغرزة منزلقة هو هنا قفل هالي بغرزة حشو في اكس اهيت والسلاسل لو جينا نعدها هنلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا هبدأ اشتغل خمس سلاسل وهنقفل بغرزة حشو في السلسلة الخمسة طيب تعال نبدأ نشتغل كده من الاول لو جينا نبدأ نعمل السلاسل هنعمل اول حاجة اربع سلاسل يبقى اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبعد كده بعد السلسلة الربعة دي هبدأ اعمل بقى اللي هي الغرزة اللي فوق اللي هي غرزة البيكو هنا مكونة من خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده عملت خمس سلاسل وهنعمل غرزة حشو في الغرزة الخمسة يعني هيعد بقى بالعكس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة او انا كنت مسكة السلاسل اللي انا عملتها في الاول فمن اخر سلسلة اللي انا اشتغلتها بعديهم اللي هي دي هندخل نعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده تمام بيكون دوت شكل كده الشغل وبعد كده هعمل الاربعة سلسلة اللي بعديهم تلاتة اربعة تمام شايفين اللي انا عملته اهو هنبدأ بعد كده نشبك فين بقى في السلاسل اللي بعديها هنيجي برضو عند السلسلة الخمسة اللي هي في النص وهندخل فيها نعمل آآ غرزة حشو تمام دوت كده الشغل اللي انا هشتغله في اخر سطر في الوحدة اللي احنا بنشرحها ديت او البطرون اللي قدامنا دوت هنبدأ نكرر بنفس الطريقة على كل السلاسل اللي قدامي لغاية لما هنوصل وهنقفل شغلنا بمنزلقة وبيتكون كده آآ شغل الوحدة دي او البطرون دوت بيكون آآ خلص معي بيكون كده شكل الوحدة خلص ودوت كده شكلها بعد ما خلصت طبعا ما بس بس برضو ان هي آآ تتكوي علشان شكل الغرز و شكل الوحدة يظهر اكتر وهنتنقل دلوقتي للبطرون التاني وهنبدأ ان احنا ننفس فيه ونطلع برضو فيه فنيات آآ قريبة من البطرون الاولاني آآ لكن هنوضح فروقات كده آآ تبعوها معايا في البطرون التاني البطرون التاني بقى برضو هنلاقي ان البداية بتاعته دائرية آآ الدايرة هتكون دايرة سحرية لان ما عنديش شكل آآ غرزة السلسلة ولا عندي رقم مكتوب جواه دايرة فهنبدأ نعمل دايرة سحرية طيب هنعمل الدايرة السحرية وهنبدأ نشتغل مباشرة في الغرزة اللي عندي في السطر الاولاني ففي السطر الاولاني الغرزة اللي موجودة عندي آآ لو جينا نشوفها كده هنلاقي ان هي عمود بلفتين لانه عند عليه شرطتين وعمودين مع بعض متصلين من تحت ومقفولين مع بعض من فوق فالرمز دوت شبه آآ رموز الغرزة المنتفخة لان الغرزة المنتفخة بتكون اكتر من عمود مع بعض لكن دي اتنين عمود بس هيكونوا مع بعض طيب نبدأ كده آآ نشتغل هنعمل اول حاجة العقدة بتاعت البداية آآ هنشتغل الدايرة السحرية بالطريقة اللي احنا وضحناها في الدروس اللي هي من خلال عمل آآ غرزة السلسلة وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل بالغرزة اللي انا هحطها جوة الدايرة السحرية مباشرة في بداية السطر هنا اعمل لي ارتفاع اربعة سلسلة والارتفاع اربعة سلسلة دي هي ارتفاع العمود بلفتين وبعد كده شابك معا العمود التاني يعني دي البداية بس لكن بقية الغرز هتكون مقفولة مع بعضهم طيب نبدأ كده نرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة تمام وبعد كده هناخد لفتين على الابرة وندخل في اول غرزة تمام بحيث ان هي هتبدأ توسع معايا علشان انا هشتغل فيها الدايرة السحرية بتاعتي وهنعمل العمود التاني طيب تعالوا نرجع للبطرون عشان نشوف خط سير السطر الاولاني هيكون ازاي وطيب ما فيهوش الغرز دي بس لا ده احنا لو جينا نشوف انا احنا طلعنا اربعة سلسلة وعملنا العمود التاني عندي بعد كده اتنين سلسلة وبعد كده بنكرر نفس الغرزة اتنين سلسلة يبقى انا هشتغل الغرزة دي وبعد كده اتنين سلسلة طيب الغرزة دي هكررها كم مرة هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر يبقى انا هشتغلها اتناشر مرة وبعد كده هنقفل السطر طيب علشان نعمل بقى الغرزة هناخد لفتين على الابرة وهندخل في الدايرة السحرية بالشكل ده وهنبدأ ان احنا اه نشتغل خطوات العمود عادي لكن هنسيب اخر خطوة بس على الابرة وبعد كده هناخد لفتين كمان وندخل تاني جوة الدايرة بتاعتنا ونشتغل برضو العمود لكن هنسيب اخر خطوة بحيث ان الابرة هيبقى عليها تلات فتلات زي ما هو واضح كده هناخدهم في لفة واحدة وبكده اكون كونت الغرزة اللي هي كانت زهراري في البطلوب تمام هنستمر بقى الغاية لما نخلص السطر وهنكررها بنفس العدد اللي احنا عدنا دلوقتي خلصنا كده العدد بتاع الغرز وهنقفل دلوقتي بمنزلقة وطبعا هيبقى منزلقة في رابع سلسلة اللي هو ارتفاع العمود اللي احنا عملناه في الاول واحد اتنين تلاتة اربع فهندخل هنا كده وهنقفل بغرزة المنزلقة طيب بعد كده نبدأ بقى نرجع للبطلوب ونشوف السطر اللي بعد كده هيكون شغله ازاي لو رجعنا هنا للبطلوب هتلاقوا ان نظام السطر التاني والتالت هيكون في سلاسل وبرضو غرزة حشو سلاسل وغرزة حشو زي ما كنا في البطلوب الاولاني فرق هنا ان هو رسم لي السلاسل ما هوش عملها لي اقواز فهبدأ اعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام في نقطة كمان هوضحها واحنا شغالين بس بعد ما يعني اخلص السطر ونيجي عند القفلة بتاعته هقول لكم نقطة فنية جديدة في شغل السلاسل دوت لكن علشان ابدأ اشتغل طبعا هتحرك بالمنزلقة علشان ادخل فيه تحت السلاسل وبرضو هو هنا موضح لي في البطرون عمل لي غرزة منزلقة اللي بقفل بها السطر وفيه غرزة منزلقة تانية اللي هي بتحرك بها هنا بحيس ادخل تحت السلاسل وابدأ السلاسل والحشو بتاعتي اللي هي السطر التاني هبدأه من تحت السلاسل طيب نشوف كده في الشغل بتاعنا هنبدأ نتحرك بالمنزلقة كده وادخل تحت السلاسل وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل بقى السلاسل وغرزة الحشو فهنعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنقفل في النحية التانية اللي هي السلاسل التانية هنا كده هندخل برضو من تحتها ونعمل غرزة حشو لحظوا ان انا هنا دخلت من تحتها ما دخلتش فيه الغرزة نفسها هنا المسافة عندي صغيرة لكن هتشوفوا في السطر اللي جاي هنشتغل ازاي هيبقى الشغل بتاعنا جوه الغرزة نفسها طيب بعد كده هبدأ ان انا اكمل خمسة سلسلة وبعد كده غرزة حشو خمسة وهندخل حشو هنكمل بقى لغاية لما هنيجي نقفل السطر وصلت كده لنهاية السطر بقي لي الاخر خمس سلاسل هعملهم لكن تعالوا نرجع كده للبطرون ونشوف البطرون عمل لي نهاية السطر بطريقة مختلفة عن اللي احنا وضحناها في البطرون الاولين طيب تعالوا شوفوا هنا كده السلاسل اهيات ماشي عادي خالص لكن جي في اخر خمس سلاسل عمل اتنين سلسلة وبعد كده غرزة عمو طيب تعالوا ننفذها ونشوف ايه فايدة الحركة ديت او ايه يعني ايه اللي يفرق عنها ان انا اشتغل عادي وبعد كده اكمل شغلي لا تعالوا نشوفها على الخيط وهنفهم ايه الفرق وطبعا هي افضل في التنفيذ هنعمل زي ما البطرون ايل هنشتغل اتنين سلسلة وبعد كده هناخد لفة وهندخل العمود فين هندخله في المكان اللي انا كنت هدخل فيه وعمل غرزة المنزلقة اللي هو اول غرزة هنا عندي عملتها بالشكل ده وهكمل اقفل العمود واكون كده خلصت السطر بتاعي طيب ايه الميزة بقى اللي في الطريقة ديت او ايه الميزة اللي البطرون دوت بيقدمهايلي ان انا معرفوض بعد كده في السطر اللي جاي ببدأ اشتغل من نص السلاسل يعني لو انا قفل السطر هنا ببدأ اتحرك بالمنزلقة لغاية لما بوصل لنص السلاسل ويهي ببدأ اشتغل الشغل بتاعي طيب انا لما اشتغلت هنا بغرزة العمود لا ده هو كده خلص لي الشغل والابرة وقفة في نص السلاسل بالفعل فلما هبدأ السطر اللي بعد كده هبدأ اعمل السلاسل او اشوف الغرزة اللي عندي في السطر اللي جاي وهبدأ اشتغل على طول من نص الحلقة مش هحتاجي ان انا اتحرك بالمنزلقة تمامي يبقى هو ده بس الزيادة او الفرق اللي موجود في البطرون ده عن البطرون اللي فات الطريقتين طبعا صح لكن في بطرونات بتعتمد كده وفي بطرونات بتعتمد كده انا شخصيا لو بشتغل يعني عدد من السطور وكلها فيها حلقات من السلاسل وغرزة الحشو هشتغل بالطريقة دي لانها اسهل وبتديني شغل شكله حلو وبتريحني كمان طبعا غرزة المنزلقة لما بتعيد تدخلي جواه الغرز بتاخد مني مجهود شوية علشان ساعات الغرز بتبقى ديقة فان انا اشتغل بغرزة عمود بيكون اسهل طيب تعالوا نرجع للبطرون ونكمل بقى الغرز بتاعتنا نشوف السطر اللي عليه الدور برضو زي ما انتم شايفين برضو السطر اللي بعديه هيكون كله سلاسل وغرزة حشو لكن هيبقى فيه حاجة زيادة وهي الجزء اللي هو ايه الحلقة الطويلة دي اللي هو الشكل المنحني ده ودوت احنا قابلناه في البطروني التاني لكن الفرق ان احنا هنا لو جينا نشوفه في الاماكن بتاعته كلها ما فيش اي رقم ولا فيه رمز سلاسل ولا فيه اي حاجة توضح لي هاشتغل كام سلسلة لكن لو كملنا وشوفنا البطرون من تحت هلاقي ان هو جايب لي الرمز ده لوحده وكاتب لي جنبيه الترجمة بتاعته او انا مفروض افهمه ايه او اعمل فيه ايه فكاتب اتناشر بيه وفيه كلمة اجنبية بعد كده كلمة دي لو ترجمتها هي من اللغة الاسبانية معناها سلسلة خلاص والمفروض ان انا عارفة ان الحلقة ديت لما هشوفها في اي بطرون افهم ان دي بترمز لغرز السلاسل ولو ملقيتش جواها رقم هلاقي تحت البطرون رقم اين كانت اللغة اللي مكتوب بيها فانا هعرف ان الرقم اتناشر يبقى انا هشتغل اتناشر سلسلة تمام طيب تعالوا نشوف ترتبها بعد ما بيخلص السطرة هيبدأ ان هو يشتغل خمسة سلسلة وبعد كده نعمل الحلقة دي او لو جينا نشوف هنا الشغل هو ممكن يعكس الشغل بتاعه يعني اما ان انا بمشي في نفس الاتجاه كده وافضل ماشي في اتجاه دوت او ان هو بعد ما قفل السطر ده وخلصه بيبدأ يعكس الاتجاه ويمشي في الناحية التانية خلاص فهو هنا في البطرون عمل لان طبعا دي قفلت السطر فهو ماشي في الناحية التانية فعمل خمسة سلسلة وبعد كده غرزة حشو خلاص فطبعا في منتصف السلاسل وبعد كده عمل المنحنة اللي هو بيعبر عن اتناشر سلسلة وبعدين غرزة حشو تاني برضو في نفس المكان لان لو جينا نشوف هتلاقي غرزة الحشو هنا تقريبا على نفس السلسلة اللي هي في النص وبعد كده خمسة سلسلة حشو وخمسة سلسلة يبقى في مرة بنعمل فيها الاثناشر سلسلة وفي مرة بنشتغل فيها حشوين يعني غرزتين حشو من غير الاثناشر سلسلة بحيث ان انا على مدار السطر هتتكرر معايا الحلقة اللي هي مكونة من اتناشر سلسلة هتتكرر كم مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام يبقى احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل من هنا كده نعمل خمسة سلسلة حشو اتناشر سلسلة حشو وبعدين خمسة سلسلة حشو حشو خمسة سلسلة ونكرر لغاية لما نخلص السطر طيب تعالوا نشوفها بقى على الخيط كده هنعمل ايه طبعا احنا وقفين في نص السلاسة الاول وهنبدأ ان احنا نشتغل خمسة سلسلة طبعا ان انت تقلب الشغل انا ممكن اشتغل في نفس الاتجاه ده او ان انا اقلب الشغل زي ما البطرون موضح الطريقتين صح لكن انا دايما بفضل في الشغل الدائري ان انا اشتغل في اتجاه واحد علشان وش الغرزة في كل السطور يكون في اتجاه واحد ونكمل بقى شغلنا عادي فهنعمل عند اول خمس سلاسل هندخل نعمل غرزة حشو وننفذ زي ما البطرون موضح ان احنا هنعمل اتناشر سلسلة تمام وبعد كده هننزل في نفس المكان برضو هنعمل غرزة حشو تانية ونكمل نعمل خمسة سلسلة كمان وهندخل بعد كده برضو في منتصف السلاسل هنا كده ونعمل غرزتين حشو واحد ودي الغرزة التانية لان المرة دي مفيش اتناشر سلسلة هنعملهم في النص يبقى انا بعمل في مرة ومرة لا تمام بعد كده هكرر بقى بنفس الطريقة اثنين اربعة خمسة لغاية لما هوصل لاخر السطر اللي جاية دي هنعمل فيها الاثناشر سلسلة وصلت كده عند نهاية السطر وبقي لي اخر خمس سلاسل وهنعملهم بنفس الطريقة اللي عملناها في السطر اللي فيه هنشتغل اتنين سلسلة وبعد كده هناخد لفة على الابرة وندخل في المكان اللي مفروض هقفل فيه الشغل بتاعي وهعمل غرزة عمود بلفة وفي الحالة ديت هكون كده قفلت السطر بتاعي وقفت برضو في نص السلاسل وتعالوا نرجع بقى للبطرون نشوف السطر اللي جاي نظام الشغل فيه هيكون ازاي لو شوفنا بقى البطرون احنا بعد ما خلصنا خلص الحلقات اللي فيها 12 سلسلة السطر اللي جاي هيكون فيه الحلقات دي عليها غرز بالشكل ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس اعمدة بلفة وبعد كده تلاتة سلسلة وخمس اعمدة تانين وبعد كده غرزة حشوة على الخمس سلاسل وبعد كده خمس سلاسل وغرزة حشوة تاني وبعد كده بنكرر نفس الكلام تعالوا نشوف على الشغل بتاعنا هنا كده المكان اللي احنا واقفين فيه ما احناش جنب ال 12 سلسلة فهنبدأ نشتغل هنرتفع كده سلسلة ونعمل غرزة حشو في المكان دوت تمام وبعد كده هبدأ السلاسل بتاعتي فهنعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هندخل فين هندخل في السلاسل اللي بعدية هنا كده ونعمل آآ غرزة حشو برضو وبعد كده هبدأ بقى انفز الشغل اللي هو على ال 12 سلسلة تمام دوت كده شكل الشغل اهو انا عملت الخمسة سلسلة وبعد كده غرزة حشو وبعد كده هيقابلني ال 12 سلسلة فهبدأ ان انا آآ اخد لفة وادخل جوه ال 12 سلسلة دولت واعمل آآ خمس اعمدة بلفة وبعد كده تلات سلاسل وبعد كده خمسة تاني تمام كده بعد كده بنعمل ايه بعد ما خلصت الشغل اللي على ال 12 سلسلة هندخل مباشرة بغرزة حشو في السلاسل اللي بعد كده دي السلاسل اللي عليها الدور هنبدأ ندخل فيه المنتصف كده ونعمل غرزة حشو ونكرر بقى نفس الكلام بتاعنا اللي احنا اعملناه اللي احنا هنعمل ايه خمسة سلسلة وبعد كده نشتغل على ال 12 سلسلة وهكرر لغاية لما هخلص السطر بنفس الطريقة وصلنا كده لاخر السطر ونهاية السطر دوت عندي كان فيه الشغل اللي على ال 12 سلسلة وهبدأ ان انا انهي الشغل بتاعي وان انا اعمل غرزة منزلقة في بداية السطر بالشكل دوت ونبدأ نشوف بقى السطر الجديد نظامه ايه ولو رجعنا كده للبطرون هنلاقي ان احنا بعد ما خلصنا الوحدة اللي هي على ال 12 سلسلة وبعد كده الخمسة سلسلة السطر اللي فوقيه هيشغل على الخمسة سلسلة غرزة عمود بلفتين وفيه سلاسل وفيه عمود بلفتين وسلاسل تمام وفيه غرز حشو طيب تعالوا كده نشوف بداية السطر طبعا البطرون هنا يعني فيه لخبطة شوية فيه بداية السطر لكن احنا بنفهمها طبيعي واحنا شغالين يعني انتي بيهمك من البطرون العدد بتاع الغرز وعدد الوحدات لو انا بكرر مثلا اللي هي الوحدة بتاعت ال 12 سلسلة دي بشوف هنا متكرارة كم مرة وبعمل زيها ساعات ممكن الاقي بطرون ملخبط فيه بعض حاجات بسيطة قوي لكن مش هتأثر على فهمي للبطرون يعني هو هنا بداية ونهاية السطر متلخبطة شوية غير ما احنا شغالين فهو يعني تعتبر غلطة زيارة في البطرون لكن البطرون ماشي معي تمام وانا شغال فيه عادي خاص هو هنا مفروض نهاية السطر عملها اتنين سلسلة وعمل العمود لكن انا نهاية السطر عندي انتهت هنا كده عملت الخمس سلاسل الخمس اعمدة وبعد كده غرزة الحشو اللي افلنا عندها السطر فانا بدل ما هشتغل اتنين سلسلة وعمود هرتفع بالسلاسل او هرتفع بغرزة المنزلقة لنص السلاسل وبعد كده هبدأ السطر بتاعي من المكان ده تعالوا كده نشوفها على الخيط علشان يبقى الشرح اوضح دلوقتي المكان اللي انا وقف فيه اهوات بعد الاعمدة اللي احنا اشتغلناها وانا وقفت هنا وبعدين عندي الخمسة سلسلة اهيت وهبدأ دلوقتي ان انا اتحرك بالمنزلقة علشان اتحرك لنص السلاسل طيب هبدأ اتحرك كده بالمنزلقة وصلت كده لنص السلاسل اهوت هبدأ اشوف بقى في البطرون عايز نشتغل ايه زي ما قلتلكو هو شغال بغرزة العمود بلفتين فاول عمود هعمله هيكون ارتفاع السلاسل فهنعمل اربعة سلسلة وتعالوا نرجع بقى كده للبطرون ونشوف هنمشي معاه اربعة سلسلة اهو وبعد كده فيه سلاسل واحد اتنين تلاتة وبعد كده عمود بلفتين يبقى انا هعمل عمودين بين كل واحد والتاني تلاتة سلسلة وبعد كده فيه عدد من السلاسل اهي برضو هنبدأ نعدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبعد كده عامل غرزة حشو الغرزة الحشو دي هتكون فين؟ هتكون على السلاسل اللي هي كانت بين الاعمدة في الوحدة بتاعة السطر اللي فات وبعد كده برضو بيكرر بقى نفس عدد السلاسل طيب هنبدأ ننفس كده على الخيط احنا عملنا ارتفاع اول عمود وبعد كده هنعمل تلاتة سلسلة وبعد كده هناخد لفتين على الابرة وندخل في نفس المكان نعمل العمود التاني تمام كده بعد كده هنعمل عدد السلاسل اللي هم كانوا سبع سلاسل فنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبعد كده هيكون عندي غرزة حشو طبعا انا هقابل اهوة الوحدة وعلى التلاتة سلسلة دي هندخل من تحتها بالشكل ده علشان نعمل غرزة الحشو تمام وبعد كده هنعمل سبعة سلسلة كمان وهنكرر بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه على مدار السطر خمسة ستة سبعة وهندخل فين بقى المرة دي هندخل على الخمسة سلسلة خلاص اه في حاجة بقى هنا لو جينا رجعنا للبطرون كده وشوفنا الاتنين سلسلة ايه الاتنين عمود وبينهم السلاسل اه مهماش لازقين في بعض يعني مهمونفاصلين عن بعض فممكن ان انا اشتغل من تحت عروة السلاسل يعني ممكن ادخل من تحت السلاسل ولو انت حابة انك تحدديهم في النص بالزلط فدي بترجع يعني على حسب الرغبة لكن اه في النهاية تقريبا النتيجة هتكون واحدة تمام طيب تعالوا كده ناخد لفتين على الابرة وهندخل انا ممكن ادخل كده من تحت السلاسل وممكن ادخل في الغرزة السلسلة نفسها لكن انا همشي زي البطرون ما هو موضح فهندخل من تحت السلاسل ونكمل العمود بتاعنا ونستمر بقى لغاية نهاية السطر بنفس الخطوات وصلت كده لنهاية السطر وهنقفل برضو بمنزلقة في رابع سلسلة اللي هي كانت ارتفاع اول عمود فهندخل هنا كده ونعمل غرزة منزلقة وكده هيكون بقيلي بس اخر سطر في البطرون دوت نرجع كده للبطرون ونشوف نظام السطر الاخير ده هيكون ازاي طبعا زي ما هو واضح كده متحرك بمنزلقة بعد ما قفلنا بمنزلقة هو عمل لي اتنين منزلقة واحدة بنقفل بها السطر والتانية بتحرك بها علشان ابقى جوة بين العمودين تحت عروة السلاسل وعمل برضو ارتفاع عمود بلفة يبقى انا شغلي في السطر ده هيكون بغرزة العمود بلفة فعمل تلاتة سلسلة ارتفاع وبعد كده سلسلة وبعد كده عمود واضح في شغل السطر كله ان تقريبا النظام كله هيبقى عمود سلسلة عمود سلسلة لكن هحتاج اعرف كل عمود هحطه فين فلو جينا نشوف هنا مثلا على الشغل اللي هو بيكون فيه عمود تلاتة سلسلة عمود جواهم هنشتغل عمود سلسلة عمود هنلاقي هنا عمود اهو عمود والاتنين داخلين على السلاسل دي طيب في السلاسل اللي هم كانوا سبعة سلسلة هنشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود تمام يعني هنشتغل على السلسلة دي عمود ونسيب اللي بعدها ونشتغل عمود ونسيب اللي بعدها ونشتغل عمود ونسيب اللي بعدها ونشتغل عمود يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى على السبع سلاسل هنشتغل اربع عمدة بين كل عمود والتاني سلسلة طيب عندي بعد كده الزاوية بقى اللي هي عند غرزة الحشو غرزة الحشو دي هنشتغل عليها عمود سلسلة عمود تمام وطبعا فيه سلسلة بتفرق بين كل عمود والتاني تمام كده طيب انا طبعا شفت في حتة بعيدة عن بداية السطر علشان نبقى عارفين بس نظام الشغل تعالوا بقى نشتغل كده من بداية السطر ونشوف هنمشي ازاي احنا خلصنا اول غرزة منزلقة هنعمل التانية علشان ادخل جوة الشغل بالشكل ده ادخل تحت السلاسل واعمل غرزة منزلقة وبعد كده هنبدأ ان احنا نرتفع ثلاثة سلسلة اللي هي ارتفاع اول عمود وبعد كده نعمل غرزة سلسلة وهنعمل بقى الوقتي العمود التاني فهناخد لفة على الابرة وهندخل نعمل العمود التاني تمام وبرضو هعمل سلسلة يبقى تلقائي بعد كل عمود هعمله بعمل سلسلة طيب العمود اللي جاي هيبقى مكانه فين هنشتغل بقى على السلاسل دي طبعا انا برضو عندي حرية الاختيار اما ان انا هدخل جوة غرزة السلسلة نفسها او ان انا هشتغل على يعني هشتغل جوة السلاسل انا شايفة بصراحة ان السلاسل دي مسافتها كبيرة يعني اكتر من ثلاث سلاسل هلاقي ان الشغل بيبقى بيتحرك كتير على السلاسل دي فعلشان كده انا حابة ان انا اشتغل جوة غرزة السلسلة بيبقى الشكل الشغل متقن اكتر والغرز بتبقى سابتة في مكانها فهبدأ اخد لفة وهدخل على اول غرزة هعمل فيها عمود وبعد كده هنعمل سلسلة وهنبدأ ناخد لفة علشان نعمل العمود التاني لكن هندخل فين بقى المرة دي هنسيب الغرزة التانية وهندخل فيه الغرزة اللي بعدها وهعمل الاربع اعمدة بنفس الطريقة هسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها وطبعا بنفصل بسلسلة واحنا شغالي تمام كده تلت اعمدة هنعمل سلسلة ونعمل العمود الرابع برضو هنسيب الغرزة اللي بعديه وندخل فيه اخر غرزة سلسلة اللي هي ديت وبكده اكون عملت الاعمدة اللي هي هتكون على السبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وبرضو بنخلص وبنعمل غرزة سلسلة بعد كده هيقابلني غرزة الحشو اللي احنا عملناها في السطر اللي فات واحنا قلنا في البطرون هنا هنشتغل عليها عمود سلسلة عمود بعد كده هناخد لفة وهندخل على غرزة الحشو دي نعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان تمام وبعد كده برضو بعمل سلسلة وهكرر نفس الكلام اللي انا عملته على السبعة سلسلة هنا هكرره في النحية التانية وهستمر على نفس النظام دوت لغاية لما هخلص السطر بنفس الطريقة بنكون كده خلصنا الوحدة اللي معانا ونفزنا البطرون كامل وده بيكون الشكل النهائي بتاعه وعايزة بس اقول لكم اخر نقطة بالنسبة للبطرون دوت برضو هو فيه غلطة زويرة وانا يعني اتعمدت ان انا وريكوا البطرون ده بعد ما اكتشفت فيه بعض غلطات لكن وارد جدا ان انا الاقي بطرونات ولاقي فيها بعض اخطاء ده شيء وارد جدا لكن اهم حاجة ان البطرون بيكون السياق العام بتاعه مزبوط باخد منه عدد الغرز عدد السطور نظام الشغل فيه ففيه هنا عندي في الجنب هنا لو شفته هتلاقوا عمود وعمود ومفيش هنا مش رسم لي السلاسل لكن انا طبعا هستنتج انه لازم يكون فيه سلاسل بين الاعمدة هنا لان الزاوية دي مفروض بتكون زي بقية الزاوية اللي موجودة في الشكل والشكل بيكون فيه تماثل تقريبا في كل ستس من اجزائه فانا طبعا هفهم ان هنا لازم يكون فيه سلاسل بين الاعمدة وتقريبا احنا كده وضحنا كل حاجة في البطرون دوت ووضحنا كل الفنيات اللي فيه بنكون كده وصلنا لنهاية الحلقة بعد ما خلصنا تنفيذ البطرونين اللي كانوا معانا في الحلقة واستنوني بقى في الحلقات الجاية هنتكلم عن بطرونات جديدة ونقاط فنية جديدة والحلقة الجاية بالاخصة هتكون عن البطرونات اللي وردتها لكم في اول الحلقة اللي هي بتعبر عن غرز من غرز الكروشيه يكون معانا بطرونات تانية غير ديه هنوضح من خلالهم فنيات ونقاط يعني تساعدنا ان احنا نفهم اي غرزة نشوفها ونشوف ليها بطرون في الكروشيه فاستنوني في الحلقة الجاية واعملي سبسكرايب او اشتراك القناة علشان تتابعي كل الفيديوهات اللي بنحملها على القناة وكمان تقدروا تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هتلاقوا كل الروابط بتاعتها تحت الفيديو في صندوق الوصف وفي نهاية ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتك الحلقة وشير لو شايف ان حد من اصدقائك ممكن يستفيد منها اشوفكم على خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته